بغداد ينضم إلينا مباسرة رئيس مجموعة الدراسات والأمحافة الدولية محمد لعجالي أستاذ محمد مساء الخير الإطار التنسيقي بالأمس أعلن تشكيل كتلة الإطار في المحفظات التي تنافس بها تسريعاً لانتخاب الحكومات المحلية هل تعتقد أن الحوارات قد بدأت بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومات المحلية؟ هل تعتقد أن مرحلة التشكيل ستكون سلسة سريعة؟ شكراً جزيلاً أستاذ على هذه الاستضافة وتحية إلى زميلتك الفاضلة وإلى جمهور قناتكم موقرة باعتقادي نعم الحراك بدأ باتجاه تشكيل المحافظات من خلال الإعلان النتائج الأولي للأرقام التي خرجت من صناديق الانتخابات بالتالي هناك فرصة إلى أن تكون هناك تحالفات الوقت لا أعتقد سوف يطول كثيراً للتشكيل لأن الإنعكاس من قبل ما موجود من تحالفات في البرلمان وشكلت حكومة السودان هي ذاتها سوف تنعكس على مجالس المحافظات وخصوصاً في المحافظات التي فيها الأطار التنسيقي هو المهيمن هو المسيطر على المقاعد في مجالس المحافظات ولربما هناك سوف يكون توافق ما بين الأطار التنسيقي قوى الأطار التنسيقي حيال المحافظات التي فيها تقارف في النتائج ومن ثم سوف تكون هناك يعني التحالفات تضغى لدينا يعني كذلك في المحافظات الأخرى يعني مثلاً نينوى صلاح الدين فيها تقارب في النتائج لربما التحالفات سوف تفضي إلى يعني السرعة بالتشكيل لكن لدينا محافظات مثلاً بغداد يعني إديالة هذه محافظتين شوي يعني فيها صعوبة هذه الصعوبة لربما تأتي من تقارب النتائج تأتي من التشكيلة الديمغرافية التشكيلة يعني للمكونات السياسية العراقية باعتقادي سوف تكون هناك يعني مراحل في التفاوض وأعتقد الإطار التنسيقي سوف يذهب بالاعتلاف في محافظتي بغداد وديالة إلى المؤتلفين معه مع الإطار الشيعي الذي هو أقرب إليهم فبالتالي من الممكن أن تستبعد التحالفات من القوى السياسية التي هي قريبة خذ على سليم المثال أتكلم بصراحة تقدم نعم حصد أصوات في ديالة حصد على أصوات في بغداد لكن لربما هو سوف يكون بعيدا عن التحالفات التي سوف تجري لكن تقدم لربما لديها أوراق ضغط وخصوصا في محافظة الأنبار التي سيطر عليها بفارق شاسع بينه وبين أقرب المنافسين له من الممكن أن يفرض بعض الأوراق التفاوضية على الطاولة وقد يجبر بعض التحالفات أن تكون لديها واقعية غير الواقعية التي هي مفترض أن تكون مخططة لها كالإطار التنسيقي يأتلف مع قوى أخرى قريبة له سبق وأن اتلفت معه في البرلمان وسبق وأن كانت هي الأقرب معه لتشكيل الحكومة الحالية فبالتالي هذه الخارطة الأولية هذه التحركات الأولية وربما وقت المفوضية سوف يتأخر أكثر لأن قضية العد والفرز ومطابقة النتائج يدويا مع النتائج الإلكترونية هذا سوف يأخذ وقت لكن هذا الوقت يفترض للقوى السياسية أن تستثمره بالتحالفات سيما أنه بوصلت واتجاه الأرقام باتت قريبة إلى الواقع لكن الأربعة ونصب المئة من النتائج المتبقية المطابقة العد والفرز لربما سوف يغير بعض النتائج مقعد هنا مقعدين هناك في هذه المحافظة وتلك المحافظة يعني المرشحين في آخر السلم للفوز لربما يتغيرون من حيث التسلسلات أو كتلة سياسية يصعد ولكن سيد العدالي وبعد التحية بك مجددا وأضرا على المقاطعة فهذه التفاصيل الدقيقة سوف تظهر لكن لا تغير الشكل العام إلى التوازنات السياسية ماذا بشأن الطعون قد لا تخلو هذه المرحلة من تقديم الطعون والتي قد تقلي بالطاولة حتى على التحالفات والتوافقة التي تحدثت بها حضرتك الآن بتقديري الطعون سوف تكون هذه الانتخابات هي الأقل الجميع على ما يبدو أنه مقتنع بأداء المفوضية الخروقات قليلة التزوير قليل وكذلك حتى العطل الموجود أو العطلات التي حصلت فيها فنيا بالأجهزة كانت قليلة وبعضها سيطرة عليها تمت سيطرة عليها خصوصا في التصويت الخاص باعتقادي الطعون سوف تكون فردية لا جماعية أقصد هنا الطعون سوف تكون من مرشحين لا من كتل سياسية هذا واحد ثانيا الطعون سوف لن ترتقي إلى المستوى الأحمر بل من الممكن أن يبقى في مستوين من المستويات للطعون فبالتالي هذه الانتخابات الجميع يعني أجمع على أنها هي الأفضل من باقي النتائج من حيث الأداء من حيث المرونة من حيث الأداء الأمني الأداء الاجتماعي الأداء الفني كان هو الأفضل أي أن الظروف توفرت أفضل الحكومة الحالية وقدمت بما وسعها بكامل قدراتها بكامل يعني إمكانياتها لتوفير أجواء آمنة لهذه الانتخابات فعلا كان هناك أجواء جو أمني جدا ممتاز الجميع شعر بالأمان والجميع كان راضيا لربما بعد النتائج النهائية فترة الطعون سوف نشهد بعض الطعون لكن لا ترتقي إلى مستوى التغيير الاستراتيجي في النتائج لا تضيف اختلاف كثير ما تبقى ربما من نسبة فرز الأصوات لا أريحية لتشكيل الحكومات في معظم المحافظات الخمسة عشرة أستاذ محمد هل تعقد أن منصب رئاسة البرلمان سيدخل ضمن حسابات تشكيل هذه الحكومات الحكومات المحلية وهذا ما نوحت إليه في مجتهى الكلامي ببعض الأوراق لربما سوف تكون حاضرة على طاولة التفاوض ومنها رئاسة البرلمان يعني حزب تقدم لو لم يكن الحلبوسي عليه قرار من المحكمة الاتحادية لكان وضعه في التفاوض يختلف عن ما هو عليه الآن في المكون السن الكريم هناك رمزية إلى المكون ويتمثل برئاسة البرلمان أي أن رئاسة البرلمان تعطي رمزية تعطي أرجحية لمن يرأس البرلمان بأنه يستطيع جذب القوة السياسية باتجاهه فبالتالي إذا كان المرشح والذي سوف يصوت عليه ويتفق عليه لرئاسة البرلمان بعد هذه الفترة قطعا سوف يضيف إلى وضع الاعتلافات وضعا جديدا قد يعزز اتجاه معين أو يعني يفترق قليلا عن الاتجاهات أخرى هذا جانب مهم وسؤال مهم أن رئاسة البرلمان سوف تكون حاضرة في التفاوض وقد تغير بعض الملامح للاتفاق السياسي أو التحالف السياسي خصوصا في بغداد وكذلك باقي المحافظات أعتقد كتلة تقدم يعني قابلة إلى التفكك في حال اختيار شخصية لرئاسة البرلمان من غير كتلة تقدم أو حزب تقدم قطعا يعني القوة السياسية تفكيرها يذهب باتجاه السلطة يذهب باتجاه القوة يذهب باتجاه يعني المركز المهم الذي يستطيع جمع الكتلة السياسية وبالتالي كأشخاص يعني مرشحين فازوا قد يتكون لديهم الرغبة بالانشقاق من تقدم والذهاب باتجاه التحالفات الجديدة التي هي يعني مرتبطة برئاسة مجلس النواب الجديدة نعم سيد العقالي دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها على سبيل المثال ماذا لو تقاسمت القوائم الفائزة في بغداد حصرا وباختصار أريد الإجابة يعني لو تقاسمت القوائم الفائزة في بغداد الأدوار مثلا على سبيل المثال محافظ بغداد هو للقوائم الفائزة الشيعية وأمين بغداد هو للقوائم السنية الفائزة سيد العقالي طيب نود أن نشكرك على نظمك معنا رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الدولية سيد محمد العقالي شكرا جزيلا لجنبكم الكريم اشتركوا في القناة